السلام عليكم اه اعزائكم في فيديو ومتابعي موقع مصراه في كل مكان اه انا معكم محمود عاجمي مراثل محمود الاسيوط جولة جديدة من جولات الاسيوط المباشر ننطلها لكم هنا من امام اه مكة بريد اه اه طبعا اه بدأت مكاتب البريد استقبال المواطنين الراغبين في شراع فراسة اه الشروط اه اه دفع مقدمات جدية الحجز اه الوحدة المكانية السكتين لكل المصريين ضمن المبادرة الرئاسية طبعا اه الحجز متاح لكل اه الراغبين اه من المواطنين العاليين او اه او اه زاوي الهمم وطبعا المحمود الاسيوط اه اعلنت عن اه تخصيص اثناشر اه المراكز او على مستوى مراكز محافظة اسيوط اه مركز بيروت والقصية ومنفلوت واسيوط واسيوط الجديدة وبوتيج وسطفة والغنايم وساحل سليم والبداري طبعا كما تشاهدون لهالي بعد شراءهم اه القراسة بيتطلع عليها ويدور ما بينهما بين بعض اقاربهم عدة منحشات حول اه اماكن اه اه الشفك السكنية او التي تم توفيرها هنا في محافظة اسيوط طبعا هقول لكل مشاهدين عنوين مكاتب البريد المتاح فيها اه شراء اه كراسات اه سكن لكل المصريين هنبدأ اه معاكم في اه مكتب بريد بيروت الرئيسي وعنوان شارع ابو جبل اه في مركز بيروت ومكتب بريد القصية الرئيسي وعنوان شارع اه متفرع من شارع المساكن الشعبية خلف اه مجلس مدينة فلوصية ومكتب بريد منفلوت الرئيسي وعنوانه في جوار مأمورية الدرائب العقارية شارع جمال عبدالناصر مركز منفلوت اه مكتب بريد اسيوط اه معاشات وده اللي احنا موجودين امامه اه ده عنوانه شارع سعد زغلول بالقرب من محطة فطار اسيوط هنا بمدينة اسيوط وايضا شارع اه مكتب بريد اسيوط النبوذيجي اه شارع محمود فهم النقراشي اه بالقرب من محطة فطار اسيوط وهي مكتب بريد ابنوب الرئيسي اه ومكانه شارع برسعيد المساكن الشعبية اه ومكتب اسيوط الجديدة بجوار مقار جهاز المدينة اسيوط الجديدة ومكتب بريد ابو تيجي الرئيس الطريق الزراعي سهاج اه قبل بجوار قسم جوازات ابو تيج ومكتب بريد صفة ومقر شارع ابو العباس مكال صفة ومكتب بريد الغنايب الرئيسي ومكانه خلف مبنى مجلس المدينة شارع المهد الديني بمركز الغنايب ومكتب بريد البداري شارع جمال عبد الماصر بمركز البداري ومكتب بريد ساحل سليم اه امام نادي ساحل سليم الرياضي طبعا كما تشاهدون اعزائي مشاهدة ومتابع اه موقع مصرفي كلنا طبعا كما تشاهدون اعزائي مشاهدة ومتابع موقع مصرفي كل مكان هنا الاهالي بعد شرعهم بقراسة سكل كل المصريين وبعدورنا بينهم نقاشات حول الورق المكانة وساعة كل مشاهدة ومتابع موقع مصرفي كل مكان شارع يكب хотите ان ام judiciary هلنم حوان ومتابع مصرفي؟ من السمدة طبعا لتمام ومتابع مصرفي حمادا باidan اوSP اعتدد ان محمد ومتابع مصرفي وبعد كده المقلق اللي هيتم دفعه ليه جدية الحاجة تمام بص هو المبلغ اللي انا دفعته في الاستمار كان 350 جنيه تمام المفروض بعد ما بجهز الورق بتاعها طبعا عند تسليم الورق بجهز مبلغ 20405 ده بسلمه برضو مع الاوراق وبقدم ورق ايانه ان شاء الله خير هنا بالنسبة للمفروح هنا تصول المناطق الشرق فينا تمام بص هو انا اللي اردته في الكراسة موجود حاليا في مدينة منقباد ساحل سليم وابنوب والبداري طب انت شايف الساعة بتاعت الشقة المنسبة لمساحتها ايه لو انت قرية تمام على حسب ما انا اردت برضو في كراس الشروط موجودة المساحت الشقة 75 متر دي اللي هي جدية الحاجز بتاعها 20405 تمام دي 75 متر دي اللي انا اردته طبعا اردت من ضمن الشروط ان السيوط موجودة تسليم فور يعني ان شاء الله مش عال 36 ان شاء الله طبعا اعزائي مشاهدي متابعي موقع مص هو في كل مكان احنا موجودين امام مكتب بريد السيوط مع شات مع بدء طرح كراسات سكن لكل المصريين واقبال من الاهالي على شراء الكراسات شكرا لمتابعين شكرا شكرا شكرا